يبقى احنا بنتكلم عن وسائل الثباتة رقم واحد ابتدع ربنا رقم اثنين الصحبة الصالح ربنا بقولي سيدنا النبي اقعد اقعد مع الناس اللي بيذكروا ربنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه وبعدين ولا تعد عيناك عنهم تلتفتش عنهم خليك معاهم والله يا حضرات انا اقسم لكم بالله على الهواء انه زي ما سيدنا عبدالله ابن مسعود ما قال ما هون علي البقاء في الدنيا الا انني اجالس اقواما ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكه من اجمل نعم الله علينا في الدنيا الصحبة الصالحة ما لذة العيش الا صحبة الفقراء الفقراء الى الله نزبطوا ربنا دول الناس اللي يعني شوف ربنا يعنيهم يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الناس بتقول ربنا دول بنقسين كده الفقراء الى الله فما لذة العيش الا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك وراء شوفت ازاي؟ يبقى دا رقم اثنين صحبة الصالحة الناس بتوع ربنا هم دول اذا نسيت الله ذكروك واذا ذكرت الله اعانوك هم دول عون لك في الرخاء وعدة لك في البلاء يبقى عايزة ربنا يكرمنا دايما تبقى على الطريق ودايما الخير اللي انت بتعمله ما يضعش منك ودايما يبقى فيه حالة الدايمومة في الطاع الصحبة الصالحة شوفت ازاي؟ والنبي قال لا تصاحب الا مؤمنا ليه؟ ياخد بأيديك يعينك على طاعة الله لما تبقى مكروب شوه يقعد معاك يفوقك سبحان الله العظم يبقى دي تاني حاجة اول حاجة قلنا الدعاء رقم اثنين الصحبة الصالحة